السلام عليكم عن المواضيع اللي تم تغطيتها اليوم فنروحها للسلايدات مباشرة رح نبلش من المكان اللي توقفنا فيه اللي هي implementing a stack with singly linked list الآن حكينا أنه هو الاستاك بتكون من مجموعة من data members أو member variables لهم الhead والsize فأنا بهمني دائما أعرف مين آخر نوت تم إضافتها وهي رح تكون البداية أو top بالنسبة لنا size عدد الألمان داخل هذا linked stack بالنسبة للمثل رح نطلب length اللي هي عدد القيم أو عدد النود is empty لحتى نتأكد أنها فاضية top لحتى أقرأ القيمة من الhead والtop عندنا هي آخر قيمة تم إضافتها على هذا الاستاك فللتذكير الاستاك هو last in first out آخر قيمة ندخلها هي أول قيمة أنا بدي أتعامل معها الآن البوشي للإضافة البوب للحدث الexceptions الآن حكينا i data structure لازم يكون في عندي مراعاة للمشاكل والأخطاء اللي ممكن تحدث عنها بتحدث عندي مشكلة أنه stack is empty لما يكون في عندي الطب والبوب الآن الطب element مرة ثانية هي الفيرست نود لأنه دائما آخر قيمة بدنا ندخلها رح نضيفها على بداية هاي اللينكد لست ورح تكون هي الطب بالنسبة لألماء بالنسبة للعمليات ورح يخبرنا أنه الoperations كلهم رح ياخدوا big o للواحد كتايم complexity طبعا رح نشوف الكودينج ومن خلال الكودينج رح نأكد على هاي المعلمات نبدأ باللينكد ستاك ففي اللينكد ستاك مرة ثانية احنا بحاجة لنست the class اللي هو class node فبدنا الألمانت والنكست الآن لما نحكي الconstructor لclass node فالألمانت هي القيمة أو الديتا كنا نحكي عنها سابقا النكست هو الpointer للنكست node الموجودة عندي الآن إجباري أنه احنا نعطي القيام لأنه احنا ما أخذنا default لم نكست إن هي month شو السبب؟ لأنه أنا بدي أدخل في البداية فما بدي تأخذ النن value أبدا لالنكست self.element خليها تساوي الألمانت القيمة اللي إحنا قرأناها والنكست هي الpointer للنكست نوت نروح الآن على الconstructor ل للينكد stack class الموجود عندي فبدنا الhead مبدأية رح يكون نن الصيز رح يكون قيمة zero فبمعنى أنه لينكد list فاضية والستاك مبدأيا فاضي ما فيه أي عناصر نهائية إذن ننتبه إلى class node إحنا بحاجته لحتى نبني كل مرة النود اللي أنا بدي أضيفها بينما الconstructor الموجود عندي هون هو للlinked stack الببني عنا نرجع على المثل الأساسيين أول المثل اللي هي اللي حكينا دائما اللي بمثل عندي عدد العناصر المخزنين فعليا في أي data structure سوأ إحنا بنحكي عن stack أو queue فالآن اللينك هو بمثل عدد النود اللي إحنا خزناهم وخزنا الإلمنت داخلهم فبمأنه في عندي data member اسمه size فإحنا ممكن نستخدمه من خلال جملة return self dot underscore size الموجودة عندي والcomplexity لهي المثود هي big O للواحد define as empty الآن هل أنا فارغة هاي linked list حكينا إنه إحنا ممكن مشكلة إذا كانت linked list فاضية في حالة إنه أنا بدي أقرأ top أو بدي أعمل عملية bob أو اللي هي الحذب فإذن لازم نكتب عندي method is empty لحتى تساعدنا بعملية check هاي ما نرجع نتفحص في كل مرة وإنما تقاط استدعاء لهي المثل الآن شو اللي عم نعمله بنحكي self dot size هل بتساوي بتساوي صفر إذا كانت بتساوي صفر رح يرجعني true بمعنى أنها empty وما في عندي أي nodes أو أي element غير هيك معناته في عندي nodes موجودين الآن إذا أنا بدي أحكي عن full شوكم ملاحظة صغيرة تحت دائما ما رح نوصل للفل نهائيا لأنه الاستاك مبني دايناميك فمستحيل نوصل لموضوع إنه إحنا full عندي هاي الدايناميك الرية الموجودة أو الدايناميك لينكت لست الموجود يعني فإذا الاس full دائما الكون تبح ما في كون دائما فول لأنه إحنا نعتمد عن المواقع المتاحة داخل الذاكرة الرئيسية فنحجز دائما النوز بناء على هاي المواقع فما بنوصل للفل وإنما ممكن يعلي الجهاز إذا كانت الميم مليانة وما في إمكاني أو ما في مكان متاح داخلها لكن برضو رح يشتغل في النهاية الآن الكمبلكس للنك في بيك أول الواحد لل اس أمتي بيك أول الواحد الآن نكمل مع باقي المثل ففي عمنا البوش مثل الآن فالبوش بمعنى insert أو add element top of the stack فأنا بدي أضيف قيم على نهاية الستاك الموجودة عندي اللي هي بنسميها الطاب بما أن إحنا شغلنا مع الهد فدائما رح تم عملية الإضافة على الهد فself.head بتساوي self.node الآن الـ element والهد القديمة بالنسبة لألماء إذن رح يضف لي node على بداية ال-linked list فبمعنى أنه أنا بعمل insert first أو add first بالنسبة لألماء فشو اللي رح يعمل رح يبني لي new node الـ element هي القيمة self.head يعني أنه النود الجديد هاي رح تأشر على الهد القديم بعد هيك بغير الهد الآن على النود الجديد اللي صارت عندي فاختصرنا مجموعة من الجمال في جملة واحدة الآن إذا أنا ما بدي أختصرها هاي الجملة كيف بدها تكون هاي الجملة هي عبارة عن مجموعة من الجمال ممكن أنه أنا ما أختصرها هون طبعا الاختصار لها لحتى تسهل الأمور ممكن أحكي له new زي ما احكي نشتغل سابقا خليها تساوي لي self dot underscore اللي هي نوت الموجودة عندي فأنا بدي أستدعي من خلال اللي هو ال linked list object بدي أستدعي النوت class الآن بدي أبعت له الألمان ممكن أن أبعت له مبدئيا وقيمة نوت إذا أنا بدي أخذ مجموعة من الجمال وبعتبر أنه أنا one statement not enough أو جملة واحدة غير كافية بالنسبة لألم الجملة اللي بعدها الآن بدي أحكي له new dot next الآن كجملة خليها تساوي عندي اللي هي الhead أو self dot head فهون منسى أنه نستخدم كلمة self لكن هي للسرعة الآن آخر جملة اللي هي الhead بدل يساوي عندي new node الموجودة فزي ما إحنا شايفين هاي عندي مجموعة من الجمال اختصرناها بالجملة اللي موجودة عندي باللون الأحمر أو عاملين سيركل عليها باللون الأحمر إذن عندي مجموعة جمال لكرياشن للنود عم بخلي النود تأشر عندي على الhead وآخر شيء الhead بتساوي الnew node اللي إحنا عم نحكي الف.node عملي كرياشن لهاي النود خليها تأشر على الhead الموجود عندي بعد هيك غيرلي على الhead وخلي موقعه عند الnew node اللي إحنا بنينها الخطوة بعدها بدنا ننصيد الصيز بمقدار واحد لأنه زاد وعدد النود وعدد القيم بمقدار واحد الآن الكميكسي لهاي المثل هي بقو للواحد نكمل مع الآن المثل الاسمها top المثل top دائما هي قراءة آخر قيمة تم إضافتها على الستاك فإذا الهدف منها هي قراءة آخر قيمة تم إضافتها على الستاك حكينا هون في عندي ممكن تصير مشكلة إذا كانت linked list أو الستاك فاضي طب هاي الحالة بدنا نتأكد من خلال if statement إذا كان فاضي is empty بدنا نعمل raise the empty error أنه الستاك as empty عدا هيك بدنا نرجع القيم الموجود عند الهد اللي هي آخر element تم إضافتها وآخر نود تم إضافتها الcomplexity لهذه المثل برضو هي big O للواحد ولسه مستمرين مع هذا الشغل كbig O of one لcomplexity للمثل الموجودين عندي في كلاس linked stack الآن نروح إلى bob method اللي هي حكينا عملية حذف واسترجاع للقيم اللي أنا بدي أحففها من الستاك ننتبه أنه الحذف والإضافة دائما على top اللي هو إحنا ننتعامل مع الهد بالنسبة لأنا قبل ما نقوم بأي عملية حذف بدنا ناخذ بعيد الاعتبار إذا كان هذا الستاك فاضي فمن خلال is empty method هون منتأكد إذا كان فاضي بنعمل raise للempty exception غير هيك معناته أنا بإمكاني أحذف ولحتى نقوم بعملية الحذف ومنضيع الinformation ونسترجحها الآن بدنا نعرف temporary variable ممكن نسمي answer الآن لحتى نقرأ القيم الموجودة في الهد قبل ما أعدل على الهد وأخلي أشر على النود اللي بعد حكينا هون أنا بحذف من البداية معناها عم بغير موقع الهد ل next node بحيث أنه النود الأولى بطل في أي pointer عم بأشر عليها فبتولى garbage collector عملية حدثها بشكل كامل من الذاكرة الرئيسية فإذن الانصر أنا عم بقرأ القيم من الهد عم بحرك الهد للnext node أو النود الثانية عم بقال للsize منقدار واحد وآخر شي عم نعمل return للأنصر اللي هي الvalue اللي كانت موجودة في الهد أو الطب بالنسبة لأنا الcomplexity لهذه المثود هي برضو big O للواحد إذن احنا ما تجاوزنا الcomplexity big O للواحد نهائيا وبقينا عليها الآن اللي بيفرق من استخدام الرئي عن الستار إن هناك إحنا بحاجة نحجز عدد مواقع ثابتة داخل الذاكرة وكنا من استدعى الresize method عند الحاجة لألها هون ما في داعي الcreation لأي نود بتم تلقائيا بجملة الاستدعاء اللي احنا نطلبها اللي هي البوش method وعملية التوسعة أو إنه نكبر بحجم هذا الاستاكل موجود عندي ما بنحتاج الresize method نهائيا وإنما فقط إضافة النود الموجودين عندي فإذن بالنسبة لنا هون more dynamic less complexity سواء نحكي عن الtime أو حتى عن space فالspace هناك كنا نحتاج مواقع نثبتهم من البداية والآن أنا حاجزهم لكن ممكن ما أستخدمهم نهائيا هون ما بنحجز مواقع من الذاكرة إلا عند الحاجة لأي هاي بالنسبة للlinked stack الآن إذا أنا بدأ أعمل implementing a queue with singly linked list بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلناها سابقا لكن بدل الarray بدنا نستخدم linked queue الآن data members اللي رح محتاجهم الhead اللي رح تمثل عندي الfront tail اللي هي عبارة عن الرير size هي عدد القيام الموجودين عندي فهون عم بيحكي الfront element هي في الfirst node اللي هي الhead مرة ثانية الرير رح تكون last node اللي هي tail والsize هي عدد النود وعدد القيام المخزنين عندي العمليات الأساسية length لحتى شوف كم عدد النود الموجودين عندي لحتى نعالج أي مشكلة تتضمن أنه أنا صار عندي هذا linked queue فاضي الفيرست لحتى أقرأ القيم الموجودة في الhead أو في الفيرست node الدي كيو للحدث والإن كيو للإضافة الآن مرة ثانية الاكسبشنز أو الأررز اللي ممكن تحدث عننا هم في جملة الفيرست والدي كيو أنه أنا بدي أقرأ من أول node أو بدي أحذف node لازم نعمل check على موضوع الاس empty حتى ما يصير أي خلل أثناء التنفيذ الآن كل هاي العمليات برضو عم بيخبرني إنها عم تاخد complexity للواحد فاللينكد كيو الآن لكلاس node لكلاس node ما في داعي إنه نعيده هو نفسه اللي موجود عمدي في اللينكد stack وما في أي إضافات أخرى فللل بدو يبرمج أو بدو يعيد كتابة هذا الكود على البيتون يروح لعم لكلاس لينكد stack ويجب معلومات لكلاس نود ويحط اللي إياهم الآن ما في أي information جديدة هي نفس الinformation الموجودة عند لينكد stack فحتى نخفف التكرار الموجود عندي شلناها من هذا الموقع define initialization هي الconstructor التابع للينكد كيو فعم بحكي للهيد none التال مبدأيا none والsize zero بمعنى أنه فاضي ما في عنده أي نود نهائيا وعد العناصر صفر الآن اللينكد مثل حكينا هي دائما نستخدمها لحتى نشوف كم عدد القيم المخزنين فعليا فمن خلال self dot size ممكن إحنا نتعامل معاهم فمرة ثانية اللي كلاس نود هو نفس الموجود عند اللينكد stack لا اللي بده يبرمج بيقدر يجيب الانفرميشن من هناك الانشال بتاخد complexity للواحد اللينكد مثل big o للواحد بالنسبة لأنا روحها للإز empty مثل من خلال self dot size equal equal zero أنا ممكن أعرف إنه في عمدي قيم أو لا فإذا كانت القيم صفر معناها إنه أنا ما في عندي نود داخل هذا الكل غير هيك معناته عندي قيم والcomplex t للواحد الفيرست أنا بدي أقرأ القيم الموجودة في الهد أو الفيرنس فحكينا لازم نتأكد أن يكون فاضي أو لا في البداية فإذا كانت فاضي بنعمل raise لأرر غير هيك بدي نقرأ القيمة الموجودة عند الهد والcomplexity لساتها بالbig o للواحد الآن روح للدكيو اللي هي عملية الحذف من هاي الكيو الآن بدنا ناخد مجموعة من الحالة أول حالة إذا كانت لنكد كيو فاضية فنعمل raise الأرر إنه أنا عندي هاي الكيو فاضية وما عندي أي عناصر لحتى نقوم بحذف غير هيك بدي أنا أقرأ القيمة لأنه نتبه إنه دائما عملية الحذف ترتب عليها استرجاع القيمة اللي حذف نعمل return للقيمة اللي حذف نها فبتنا نخزن القيمة اللي عبد بعدها بحكيلو خلي الهيد يمشي على العنصر البعد لأنه عملية الحذف هي دائما من مقدمة الكيو أو من front فبدنا نحرك front على العنصر اللي بعد أو الهيد على العنصر اللي بعد الصيز ناقص واحد الآن ظل عندي حالة وحيدة إنه إذا كان عندي عنصر واحد فقط سابقا يعني أنا كان عندي one node هي البداية وهي النهاية بالنسبة لهذا الكيو الآن إذا أنا حذفت هاي النود من خلال الجملة هاي أنا عم بعمل النكست إنه هي تصير نونة بالنسبة للهيد إذن أنا برضو لازم أغير على التيل بهي الحال فلازم أتأكد إنه إذا صارت عندي الكيو فاضي أي كان عندي نود واحدة وحذفناها الآن فما عاد في عندي أي نود نهائيا فمن خلال self.as empty نعمل التيل بتساوي none لحتى ننهي أي مؤشرات ونلغي التيل بالنسبة لأينا كمان وآخر خطوة return answer اللي هي يبقي الجمل عندي هون كلها جمل مباشرة وجمل مباشرة فالcomplexity هي big all الواحد نروح على ال-nq اللي هي الإضافة أو insert حكينا ال-nq معناها أنا بدي أضيف على النهاية insert last ممكن نسميها إذا أنا بدي أتعامل معك مثل السابق الآن بعملية الإضافة بدنا نبلش نعمل creation لهذه النود وال-next بالنسبة للهمم لأنه هي رح تكون آخر نود موجودة عندي في هذا الكيو إذا كانت الكيو فاضية مبدئياً معناته ال-head بده يأشر عليها ومن خلال الجملة اللي بعد ال-statement برضو ال-tell رح يأشر عليها فسواء ال-f statement صحيحة أو لا هاي الجملة رح تتنفذ فبحالة كانت ال-condition صحيح رح يحكي لي أنه ال-head خليه صير عندي هاي ال-new نود وبرضو ال-tail رح يصير عندي ال-new نود عادة هيك رح يحكي لي أنه ال-tail مشي ليها على العنصر بمعنى إذا كان عندي نود سابقين واحد اثنين تلاتة أكثر موجودين داخل هاي الكيو وأنا ضفت على النهاية فمعناته أنا بدي أغير موقع ال-tail على العنصر الجديد ف-tail dot next خليها تساوي ال-new بعد هيك tail خليها تساوي ال-new وال-size دائما زائد واحد لأنه زائد عدد العناصر بنقدار واحد ال-آن ال-complexity هي big-all ال-واحد برضو لهي المثل السيركلاري linked list رح أعمل stop بالنسبة هاي الجملة لحتى نشرحها مع بعض يوم ال-اثنين إن شاء الله ويعطيكم ألف عافية رح أسألكم مرة تانية عن موضوع الاستاد موضوع الكيو كيف بنيناهم as linked list كيف استخدمنا linked list لبنائهم ولهون رح أعمل stop فترجع الجميع أنه هم يدرسو هاي المخاضرة يحضروها ويعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر